معبد القرنق هو أكبر مجمع ديني في العالم يقع في مدينة الأكسر يضم المعبد العديد من المعابد والأطرحة التي بنيت على مدار قرون من قبل الفرعنة ويقع معبد القرنق في الأكسر في الجزء الشمالي التابع لمحافظة كنة في مصر وينحصر بين خطي عرض 32 درجة و45 و36 باتجاه الشرق ويصل مستوى ارتفاعه فوق سطح البحر إلى 80 متر تقريبا ويعتبر هذا المعبد مجمع عام ويضم ما لا يقل عن 10 معابد محاطة بصور ضخم معبد أبو سنبل هو معبد ضخم تم بنائه على يد الملك رمسيس الثاني ويقع على ضفاف بحيرة ناصر وتم نقل المعبد من موقعه الأصلي عام 1968 لإنقاذه من مياه السد العالي وهو موقع أسري يوجد بباطن الجبل الجنوبي في أسوان وتكون من معبدين كبيرين نحتة من الصخر وتم بناءه في عهد الملك رمسيس الثاني عام 1250 قبل الميلاد ثالث فراعنة الأسرة المصرية التاسع عشر ذكرى انتصار الملك في معركة قادش واستمر بناء المعبد عشرين عام ويوجد معبدين يتكون من جزء أبو سنبل الكبير وأبو سنبل الصغير وتم بناء المعبد الأكبر المخصص لثلاث آلهة والمعبد الأصغر المخصص للإله حطحور التي تمثله نفيرتي زوجة الملك رمسيس الأكثر حبا لقلبه الهرم الأكبر هو أقدم وأطول الأهرامات الثلاثة في الجيزة ويعود تاريخه إلى الأسرة الرابعة في مصر القديمة ويعد الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ويعود بناء الهرم الأكبر إلى سنة 2560 قبل الميلاد ويعد بناء الهرم نقلة حضرية كبرى في تاريخ مصر القديم حيث تم تشهيده كمكبرة لفرعون الأسرة الرابعة مستمر في بناءه 20 عام أول من قام بفتح الهرم الأكبر وكان الخليفة مأمون وده كان سنة 820 ميلادية لما وصل للخليفة ارتفاع الهرم 149 متر زي ناطحة سحاب 48 دور واكتشف علماء المصريات أن في مصر 108 هرم مش موجود فيهم ولا ممية واحدة وده بيشكك لأن الأهرمات كانت بتستخدم مقابر للملوك خصوصا أن المصريين القدماء كانوا حارسين على إخفاء أماكن مقابرهم الهرم طور القاعدة بتاعته المربعة 228 وحجم الهرم الكل 2.5 مليون متر مكعب اجمال لعادة الحجار 23 مليون حجر بيزن كل حجر من اتنين ونص إلى تمانية تن في بعض الأحجار بتوصل سبعين تن ويقدر وزن الهرم الكل ستة وتلاتة من عشرة لو وزننا الهرم الأكبر وضربنا وزنه في مئة مليون هيساوي وزن الكرة الأرضية. قلعة صلاح الدين هي قلعة تاريخية تقع في القاهرة بناية صلاح الدين الايوبي في القرن الثاني عشر للدفاع عن المدينة وتم تشييد القلعة فوق جبل المقطم ومكان يعرف بكبة الهواء واكمل بناء القلعة السلطان الكامل ابن العادل فكان اول من زكنها هو الملك الكامل واتخذ مكانه للملك والسمر حتى عهد الخديوي اسماعيل وتعتبر قلعة صلاح الدين بالقاهرة هي افخم القلعة الحربية التي تم تشييدها في العصور الوسطى بسبب موقعها الاستراتيجي من الدرجة الاولى ويوفر لهذا الموقع اهمية دفاعية لانه يسيطر على مدينة القاهرة والفسفات التي كان يشكل حاجز طبيعي مرتفع عن المدينتين كما ان الموقع يمكن توفير الاتصال بين القلعة والمدينة في حالة الحصار وانها سوف تصبح المعقل الاخير للاعتصام بها اذا سقطت المدينة في يد العدو